اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في اجسام بتظهر وتختفي في اقل من مليون مليار جزء من الثانية ايه ده يعني الثانية دي فيها مليار مليار ده فيها اكثر بس احنا ده اللي احنا توصلنا له يعني الثانية دي فيها مليار مليار اجزاء ملهاش اول من ايه جوه الثانية دي جوه ايه قال عفريت من الايه انا اتيك بيه العفريت ده يعني يعني مش كل الجنة عفريت عفريت ده يعني اللي هو القوي فيه المارد بقى قال عفريت من الجن انا اتيك بيه قبل ان تقوم ايه كان سيدنا سلمان المقام بتاعه بيستمر ساعتين فهو الراجل هيعمل ايه حيروح حيطير حيروح يجيب العرش ويجي ساعة رايح وساعة جاي كويس قال من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك ايه قبل كن كلمة كندي لا الطرف بيرتد اصرع بسرعة الضوء انما كندي بتاخد ثانية بس احنا بنبص للحاجات ببشريتنا يعني ايه يعني انت بتبص للنملة ببشريتك ببشريتك فبتقول النملة دي فيها جهاز دوري وفيها جهاز مش عقل وبتبص لها بالبشرية بتاعتك مش بتبص لها بالنملية بتاعتها مش بتبص للحشرة بحشريتها ولا بالفيل بفيلية انت بتبص للفيل بالبشرية بتاعتك اه ده فيل ده كبير ده مش عقل انما هو بيبص لنفسه بفيلية فانت عمرك ما تقدر تفهمه احنا بقى عاوزين احنا بنبص او معظم الناس بينظروا الى الاله والرب ببشريتهم وهذا خطأ جسيم الاله والرب ما تتبصلهاش بالبشرية تتبصلها بحاجة تانية وليست بالايه بالبشرية لانك انت لو نظرت الى الله بالبشرية بتاعتك حتقول ان ربنا عبارة عن شرطي ميكانيكي بالبشرية بقى قاعد لك شرطي مستنيك بقى هتعمل الحسن عشان يديك حسنة وتعمل السياع عشان يديك سياع وانت ما عملت وماسك لك بقى الورقة والايه هو ده تصورك بقى عن الايه الاله الميكانيكي الشرطي لا ربنا مش كده ربنا رب وإله وذات حاجات تانية بقى فوق مرتبة العقل اللي انت بتفكر ايه بيه فربنا مش بيقول لي الحاجة كن كده حرفين يعني لا هو بيصورك عشان تفهم ان ربنا صحوه وتعالى اه فهذا الرجل دخل جوه الزمن دخل جوه الثانية اللي انت فاكرها ثانية دي مش انت فاكرها ثانية لا ربنا خرق له الايه الزمان فدخل جوه الزمان وكل ما الواحد بقى يدخل جوه الزمان اقل من الثانية تبدأ الطاقة تزيد وتزيد وتزيد والسرعة تزيد كل بقى من حكاية صغرت سرعتها بتاقي شفت الالكترون بيدور حوالين البتاع بقى ديه بسرعة مهولة كل بقى ما تصغر وتبقى صفر كل ما تصغر وتبقى ايه حتدور بسرعة بسرعة اكثر من سرعة تتضع بس خليك صفر عشان تعرف تدخل جوه الثانية هو بقى الراجل دخل جوه الثانية عاش جوه الثانية يعني انت لما ربنا بقى يخرق لك الزمان ممكن تدخل في مكان كده وتتجوز وتخلف وعيالك اكبر وتشوف احفادك ومش عارفه وترجع تلاقيك لسه الثانية ما خلصتش هو الراجل بقى صفر دخل جوه الثانية ورح هناك اليمن وقعد مع الناس يا جماعة ننقل العرش ماشي يلا نجيب شوية طاقة ويلا ننقل العرش يلا رجالة واحد اتنين سنتين تلاتة اربعة ولما وصل لقى لسه جوال ايه الثانية لسه جوال ايه الثانية اذا كنت صفرا جعل الله لك الزرة مجرة جعل لك الزرة ايه مجرة والثانية ازمنة بعيدة بس خليك انت صفر خليك مع ربنا ايه صفر عشان تستطيع ان تعبر من عندياتك الى عندياته لازم تبقى صفر لازم تبقى ايه وما عند الله ايه باق وما عند الله ايه ما عندكم وما عند الله ايه فانت عاوزت تستطيع ان تعبر من من الذي ينفذ الى الذي يبقى لازم تبقى ايه صفر يومها بقى حتجيب كل العروش في اهل من ثانية مش عرش بيرقز بس فهذا الرجل الذي عنده علم من الكتاب دخل في الزمن الفرد وجعل الله له ايه ووسع الله له هذا ايه الزمن الى ان ايه اشتركوا في القناة